بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات الميامين الله صلى الله عليه وسلم قال تشخيص موضوع الحجية ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان كما تقدم تصوري وتصديقيه بعد أن تم الكلام عن دليل حجية الظهور يقع البحث ومن المهم أن يقع في تشخيصي وتحديدي موضوع هذه الحجية حيث أن الحجية كما ذكرنا مرارا وتكرارا هي حكم شرعي وضعي جعله الشارع سبحانه وتعالى على موضوع معين وهو ما نسميه بالظهور فما هو المقصود من الظهور ماذا يقصدون من الظهور العرفي الذي جعل الشارع له الحجية طبعا هنا لا بد من تشخيص هذا الموضوع باعتبار أنه قد يقع الشك أو قد يقع الإشكال في معرفة وفي تشخيص هذا الموضوع ولأجل ذلك يقدم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا مقدمة في ظهورات الكلام أو في دلالات الكلام التي هي مقدمة ليست بالجديدة وإنما تقدمت في الحلقة السابقة ولعله في الحلقة الأولى أيضا وهي أن ظهور الكلام أو دلالة الكلام على المعنى له قسمان قسم تصوري وقسم تصديقي أي أن دلالة الكلام على المعنى أو قل ظهور الكلام في المعنى نحن هنا إنما نتكلم عن الظهور والذي نريد إثبات الحجية له هو الظهور لأن دلالات الكلام صحيح أن دلالات الكلام هي دلالات عامة سواء كان هذا الكلام نصا في المعنى أو كان ظاهرا في المعنى له دلالة تصورية ودلالة تصديقية كما تقدم نحن إنما هنا نخص الظهور يعني ذلك الكلام الذي ليس هو نص النص هو ذلك أو تلك الألفاظ التي تدل على معنى واحد من دون أن تدل على أكثر من ذلك المعنى الدلالتها على ذلك المعنى قطعية فلا يقع الكلام والبحث فيها في الحجية باعتبار أن دلالتها على المعنى دلالة قطعية فإنها لا تحتاج إلى جعل الحجية لتلك الدلالة أما الكلام هو في الظاهر في الألفاظ الظاهرة في معنى وذكرنا سابقا أن اللفظ الظاهر وذلك اللفظ الذي يدل ابتداء على أكثر من معنى ولكنه أقرب إلى أحد المعاني من الأخرى يكون أقرب في الدلالة وهذا هو الذي يقع البحث في حجية ظهوره باعتبار أن دلالته على ذلك المعنى الأقرب دلالة ظنية وليس الدلالة قطعية ولهذا حينما نأتي إلى تشخيص موضوع الحجية سيد الشيد هنا تكلم عن الظهور ظهور الكلام وليس على عن الدلالة وإلا البحث هو هو يعني المقصود من الظهور هو الدلالة الحاصلة في اللفظ أو في الكلام الظاهر في المعنى نسميه ظهورا أو سميه أما إذا قلنا دلالة الدلالة تشمل جميع الألفاظ أو الكلمات حتى تلك الألفاظ التي تدل على معناها دلالة نصية أي دلالة قطعية لا نحن هنا إنما في تشخيص موضوع الحجية نبحث عن الدلالة الظاهرة يعني ذلك اللفظ الذي يكون ظاهرا في معنى يعني دالا على ذلك المعنى بمستوى مستوى هذه الدلالة هي الظهور للنص لأن النص كما ذكرنا يكون قطعيا فلا يحتاج إلى جعل الحجية له نحن هنا في حجية الظهور نتكلم عن الألفاظ التي تكون ظاهرة في المعنى أي أن دلالتها على المعنى بمستوى الظهور فنتكلم عن الظهور الظهور أيضا كما هي الدلالة ينقسم إلى ظهور تصوري وظهور تصديقي والمقصود من الظهور التصوري هو ذلك المعنى الذي يعطيه اللفظ عند سماعه ويكون معلولا للوضع أو العلم بالوضع إذا كان الإنسان عالما بالوضع ويسمع بمعنى ظاهر بلفظ ظاهر في معنى معين فإن هذا اللفظ سيدل على ذلك المعنى سيدل عليه وينقضح ذلك المعنى في الذهن هذا الظهور التصوري الذي هو معلول كما تقدم في بحث الدلالة معلول للوضع يعني وضع الألفاظ للمعاني هذا لا ينثلم ولا يختفي حتى مع قيام القرينة القرينة المتصلة طبعا القرينة المتصلة بالكلام على الخلاف يعني على إرادة خلاف ذلك المعنى الموضوع له اللفظ حتى لو كان المتكلم بتوسط قرينة فهمنا ذلك بتوسط قرينة متصلة لأن المتكلم لا يريد المعنى الحقيقي المعنى أو ذلك الظهور الذي هو يشكل معنى حقيقي لللافظ مع ذلك فإن هذا الظهور لا ينثلم يعني مثلا لو قال القائل كما يذكر السيد الشهيد هنا في المثال اذهب إلى البحر وخذ العلم منه اذهب إلى البحر وخذ العلم منه واضح أنه لو قال اذهب إلى البحر وسكت فإن كلمة البحر تكون دالة على ماذا تكون دالة على ذلك الحوض من الماء أو ذلك الحوض الذي يتجمع فيه الماء البحر المعروف ولكن بقرينة وخذ العلم منه نفهم أن المتكلم لم يرد ذلك البحر الحقيقي وإنما أراد البحر المجازي يعني أراد العالم الغزير العلم أيضا سماه بالبحر باعتبار المشابهة بين البحر البحر هو كثير الماء والعالم هو كثير العلم سماه بالبحر فالمتكلم حينما قال اذهب إلى البحر وخذ العلم منه كان يريد من البحر يريد العالم ولا يريد ذلك البحر الحقيقي حوض الماء مثلا حوض الماء ولكن مع ذلك مع أن المتكلم لا يريد حوض الماء وإنما يريد العالم فإن دلالة كلمة بحر على حوض الماء باعتبار أنها موضوع لهذا المعنى تبقى موجودة رغم وجود القرينة لا تنثلم ولا تذهب يعني حينما يقول الإنسان أو يسمع اذهب إلى البحر وخذ العلم منه فإن كلمة بحر سرعان ما تعطي ويتبادر إلى الذهن من كلمة بحر يتبادر إلى الذهن معنى حوض الماء معنى حوض الماء ثم بعد ذلك يلتفت من خلال القرينة إلى أن المتكلم لم يريد هذا المعنى يعني المعنى ينقدح في الذهن تحصل الدلالة يحصل الظهور التصوري هنا لكلمة البحر في حوض الماء لكن بعد ذلك بعد الالتفات إلى مجموع الكلام يعني إلى الكلام والقرينة عليه يلتفت إلى أن المتكلم لا يريد هذا المعنى الحقيقي وإنما يريد معنى آخر تدل عليه هذه الكلمة كلمة بحر مع وجود مثل هذه القرينة وهو معنى العالم فالنتيجة أن الدلالة التصورية لا تنثلم ولا تنعدم حتى مع وجود قرينة متصلة في الكلام على أن المتكلم يريد غير هذا المعنى الحقيقي لهذه الكلمة نعم الذي يزول أو الذي يتغير الظهور التصديقي الظهور التصديقي يعني ما يكشف عن مراد المتكلم الظهور التصديقي ونحن سابقا عبرنا عنه في دراسات السابقة بالدلالة التصديقية الدلالة التصديقية هي ما يكشف عن مراد المتكلم نعم هنا بفضل هذه القرينة الظهور التصديقي يعني ما يكشف عن مراد المتكلم الدلالة التصديقية لهذا الكلام تنعدم في إرادة في الدلالة على أن المتكلم كان يريد البحر بمعنى حوض الماء وإنما بفضل هذه القرينة نفهم أن المتكلم كان يريد من البحر هو العالم وليس حوض الماء هذا من نسبة إلى الدلالة التصورية والدلالة أو الظهور التصوري والظهور التصديقي فالسيد الشهيد يقول هنا بناء على هذا الكلام يصح أن نقول أن الظهور التصوري لللفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع قيام القرينة المتصلة على الخلاف أما الظهور التصديقي كما بينا فإنه يثبت مع عدم وجود القرينة المتصلة إذا كان هنا قرينة متصلة كما مثلنا في هذا المثال السابق فإن الظهور التصديقي هذه الدلالة التصديقية يعني التي هي تلك الدلالة الكاشفة عن مراد المتكلم مع وجود القرينة هذه تنثلم وتنعدم المتكلم لا يريد المعنى الحقيقي وإنما يريد المعنى المجازي لكلمة بحر وهي كلمة عالم فالظهور التصديقي ينثلم يعني في إرادة المعنى الحقيقي الظهور التصديقي في إرادة المعنى الحقيقي يعني في أن المتكلم يريد المعنى الحقيقي هذا ينعدم مع وجود القرينة ولا بد من فهم الدلالة أو الظهور التصديقي على ضوء القرينة يعني على ضوء مجموع الكلام ذي القرينة مع القرينة المتصل فإنه نحن من مجموع كلام المتكلم الذي يقول اذهب إلى البحر واخذ العلم منه نفهم أن المتكلم أراد العالم أراد العالم بكلمة البحر ولم يرد حوض الماء فإذن الظهور التصديقي للكلام وهو الكاشف عن مراد المتكلم هذا ينثلم مع وجود القرينة المتصلة إلا أنه هناك حالات تأتي قرينة منفصلة يعني غير متصلة بالكلام قرينة منفصلة وفي كلام آخر مثلا يقول المتكلم اذهب إلى البحر ثم يتكلم يتكلم وبعد مدة من الزمن يقول أنا أقصد حينما تذهب إلى البحر تعلم منه خذ العلم منه لقرينة منفصلة هنا مع وجود القرينة المنفصلة هذه لا تمنع ولا تعدم تكون الظهور التصديقي يعني حينما يقول أولا اذهب إلى البحر لا يذكر قرينة مباشرة على أنه لا يريد حوض الماء يتكون ظهور تصوري وظهور تصديقي على أن المتكلم أراد من كلمة بحر هو حوض الماء نعم بعد مدة من الزمان حينما يقول أنت إذا ذهبت إلى البحر الذي أمرتك بالذهاب إليه مثلا فخذ العلم منه هذه تعتبر قرينة منفصلة فماذا تفعل هنا لا تهدم الظهور الأول الظهور التصديقي يبقى الظهور التصديقي على حاله ولكن تهدم أو تمنع من حجية ذلك الظهور أنه حينما قال المتكلم أولا اذهب إلى البحر وكان ظهوره التصديقي وفهمنا أنه يريد الذهاب إلى حوض الماء هذا حجية هذا الكلام هذه موقوفة على ماذا على عدم ورود القرينة المنفصلة فإذا جاءت القرينة المنفصلة وقال أنا أمرتك بالذهاب إلى البحر لأجل أن تتعلم منه أو لأجل أن تأخذ العلم منه هذه القرينة ماذا تفعل؟ تهدم الحجية هناك الكلام لا يكون حجة فيما استظهر منه وإنما تكون الحجية للمفهوم من مجموع الكلام من ذلك الكلام الأول والقرينة يفهم هنا أن المتكلم كان يريد من البحر العالم فتكون الحجية لهذا الظهور الثاني الذي حصل بفضل القرينة أو بانضمام هذه القرينة إلى ذلك الكلام هذا الظهور ظهور القرينة يتعارض مع ظهور الأول وطبعا يسقطه يتقدم عليه يعني القرينة تدل على أن ظهور ظهور الكلام ظهور التصديق للكلام أن المتكلم كان يريد من البحر كان يريد العالم هذا يكون حجة وذلك يعني هذا نتكلم الظهور ثابت فيتصادم هذان الظهوران يتصادم حجيتهما فيكون حجية الظهور القرينة الثاني يعني الظهور الذي تكون على ظوء القرينة هو المقدم على ظهور ذي القرينة كما تقدم هذا البحث في الحلقة الماضية فالذي هنا الذي يتأثر هو حجية هذا الظهور وليس نفس الظهور الظهور ينعقد أولا على أن المتكلم أراد البحر ثم بمجيء القرينة ينعقد على أن المتكلم كان لا يريد البحر وإنما يريد العالم فيحصل تصادم بين حجيته هذين الظهورين ما هو الصحيح من هو الحجة من الذي نأخذ به هل الظهور ظهور كلمة البحر في أن المتكلم أراد من البحر هو حوض الماء أو أن المتكلم أراد من البحر العالم يحصل تعارض وتصادم بين الظهورين فيتقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة قال تشخيص موضوع الحجية ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان كما تقدم تصوري وتصديقي طبعا قلنا عبر بالظهور هنا هو نفس الدلالة ولكن الدلالة أعام باعتبار أن الدلالة تشمل حتى ما كان نصا فعبر هنا بالظهور يعني الدلالة الكلام الظاهر في معنى هو هذا الظهور نعم تصوري وتصديقي والظهور التصوري الذي يكون معلولا للوضع كثيرا ما لا ينثلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف فإذا قال المولى اذهب إلى البحر واخذ العلم منه كانت الجملة قرينة على أن المراد بالبحر معنى آخر غير معناه الحقيقي وعلى الرغم من وجود القرينة فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في معناها الحقيقي لا يزول يبقى وإنما يزول الظهور التصديقي في إرادة المتكلم يعني الدال على إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي أن المتكلم لم يكن يريد ذلك المعنى الحقيقي وإنما يريد المعنى الذي تدل عليه القرينة أو الذي تحدده القرينة ومن هنا صح القول بأن الظهور التصوري لللفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف هذا الظهور التصوري قلنا باعتبار أنه معلول للواضع فيبقى مدام الواضع موجود وأن الظهور التصديقي له لللفظ في ذلك يعني في المعنى الحقيقي منوط بعدم القرينة المتصلة الظهور التصديقي غير أنه محفوظ يعني غير أن الظهور التصديقي محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة إذا جاءت قرينة منفصلة على خلاف المراد من كلمة بحر مثلا فإن القرينة المنفصلة لا تحول يعني لا تمنع دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي يبقى هذا الكلام كنا نعتقد أنه يريد البحر الحقيقي حوظ الماء ولكن بعد مدة لما ذكر القرينة فهمنا أنه لا أنه كان يريد أنه يريد بوسط هذا القرينة أنه يريد العالم فيحصل تعارض بين أنه إذن بالنتيجة ماذا كان يريد هل يريد البحر الحقيقي حوظ الماء أو يريد العالم يحصل تعارض بين حجية هذين الظهورين فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي وإنما تسقطه عن الحجية كما مر بنا في الحلقة السابقة وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي وبعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا ثبتت الحجية يعني ثبتة بدليل الحجية عقلائيا وعن سقوطها مع ورود القرينة سقوط الحجية مع ورود القرينة المنفصلة لابد من البحث يعني طبعا نعم المنفصلة لابد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية ما هو موضوع هذه الحجية وكيفية تطبيقها على موضوعها كيف نطبق الحجية على الموضوع لأنه هنا كما سنلاحظ إن شاء الله القضية ليست ساذجة بهذه البساطة نستطيع أن نحدد أو نشخص الموضوع وكيف نطبق تلك الحجية على هذا الموضوع لا تحتاج إلى فن وإلى صناع وبهذا الصدد نواجه عدة محتملات بدوى نعم العلماء الأصول المحققون من الأصوليين ذهبوا إلى أن موضوع الحجية هذه الحجية المجعولة من قبل الشارع بإمضائه طبعا بإمضائه للسلوك العقلائي يعني العقلاء بما هم عقلاء يرون أن هذا الظهور حجة والشارع أمضى هذا السلوك العقلائي خيب هنا نسأل سؤال أن هؤلاء العقلاء حينما قالوا أن الظهور ظهور الكلام حجة ماذا كانوا يقصدون الظهور التصوري أم الظهور التصديقي للكلام أو أنه لا أحدهما مع شرط معين المحتملات الرئيسية في هذا البحث هي ثلاثة ثلاثة منسوبة إلى أيضا ثلاثة من أعلام الأصول هناك ثلاث محتملات في هذا البحث المحتمل الأول المحتمل الأول وهو المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه يقول أن موضوع الحجية يعني ما جعلت الحجية عليه هو الظهور التصوري الظهور التصوري للكلام مع عدم العلم بالقرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة إذن المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أن موضوع الحجية هو الظهور التصوري للكلام الظهور التصوري للكلام مع يعني مشروط هذا ليس فقط الظهور التصوري مع عدم العلم مع عدم العلم يعني يكون السامع لا يعلم بوجود قرينة متصلة أو منفصلة للكلام هذا الاحتمال الأول ومع ذلك نأتي إلى تحليل هذه المحتملات وما هو الفرق بينها وأيها هو الصحيح منها المحتمل الثاني وهو للمحقق النائيني رحمه الله تعالى المحقق النائيني قال أن لا موضوع الحجية هو الظهور التصديقي الظهور التصديقي ولكن مع شرط بشرط ماذا عدم صدور القرينة المنفصلة عدم صدور القرينة المنفصلة طيب هذا احتمال ثاني أيضا الاحتمال الثالث وهو للسيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه يقول أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي ولكن مع شرط عدم العلم عدم العلم بالقرينة المنفصلة طبعا قد تقول أنه ما هو الفرق بين المحتمل الثاني والثالث كلاهما جعل موضوع الحجية هو الظهور التصديقي ولكن الفرق بينهما أن المحتمل الثاني الذي ذكره المحقق النائيني رحمة الله عليه جعل الشرط أو جعل الموضوع مركب من جزئين أولا الظهور التصديقي ثانيا زائدا عدم صدور عدم صدور القرينة المنفصلة يعني لا بد أن لا يكون هناك في الواقع قرينة منفصلة فإذا احتملنا وجود قرينة منفصلة لا يكون الظهور ولا يكون الكلام حجي أما المحتمل الثالث فنعم قال أن موضوع حجية الظهور هو الظهور التصديقي الظهور التصديقي ولكن معا ماذا زائدا عدم العلم بوجود القرينة المنفصلة عدم العلم يعني ماذا يعني حتى لو احتملنا وجود قرينة منفصلة لكن ليس لنا علم لم نحرز هذه القرينة المنفصلة فتحقق أو يتحقق موضوع الحجية فهذا هو الفرق بين الثاني والثالث أنه في الثاني عند احتمال القرينة المنفصلة لا يتحقق موضوع الحجية أما الثالث لا عند احتمال القرينة المنفصلة مع عدم إحرازها مع عدم العلم بها يتحقق موضوع الحجية قال وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي وبعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا وعن سقوطها مع ورود القرينة لا بد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية هذه الحجية ركبت على أي موضوع وكيفية تطبيقها على موضوعها وبهذا الصدد نواجه عدة محتملات بدوا المحتمل الأول قلنا للمحقق الأصفهاني رحمة الله عليه أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة أو منفصلة المحتمل الثاني أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة المحتمل الثالث أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه يعني مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة والفارق بين هذا يعني بين الثالث وسابقه الثاني أن عدم القرين واقعا دخيل في موضوع الحجي على الاحتمال الثاني وليس دخيلا على الاحتمال الثالث بل يكفي عدم العلم بالقرينة قال وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجي على موضوعها هذا يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد 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 يسارك في محمد وآل محمد